مرموش وصلاح صلاح حكاية صلاح أضاع انفراد وجاب جون وعمل جون وكسر الدنيا وخد رجل المباراة أي حاجة فيها تصويت جميلة عرف أن محمد صلاح ورح مجننهم بعدها قالك دي آخر مباراة لياه للسيتي أمام السيتي في الأنفيلد كل مرة يمجاي إيه مديهم كده كلمتين يجننهم هناك دي آخر مباراة لياه أمام السيتي في الأنفيلد وجاب جون من ضربة جزاء وأضاع انفراد وصنع هدف وكسر الدنيا مرموش بقى كمان واحد مشرفك في إنجلترا واحد مشرفك في ألمانيا ولتنين مشرفينك في العالم كله هدي اتنين لعبوا مصريين هي مصر كده هي بلدنا كده يا جماعة هي بلدنا حلوتها في كده وعندنا مشاكل وعندنا أزمات وعندنا مش عارف إيه لكن عندنا صلاح عندنا مرموش عندنا مصطفى محمد عندنا محمد عبد المنة عندنا تريزيجي عندنا أحمد حسن كوكا عندنا عمر فايد عندنا كتير فكرون يا جماعة بالأسماء عشان ما يكونش لناسي حد عندنا كتير متقلقين ومنورين ومكسرين الدنيا عندنا أحمد عجازي عندنا كتير جد عندنا سام مرسي سام مرسي الوحيد اللي رفض يحط الشرب مش عارف إيه علاكت فوق كابتن الفريق رفض قال لك ده موقف شخصي مني راجل جدع فكلو دول عمدين أممكن لعبة يخسروا زي النهاردة مثلا خسر لمحمد عبد المنة عام قاسي أمام ليونة 4 لكن عادي بتحصل يعني لكن بنلعب في الدور الفرنسي بنلعب في الدور الألماني بنلعب في الدور الإنجليزي وبنلعب في الدور البلجيك وبنلعب في الدور السعودي وبنلعب في الدور القطر ويحمد عبدالقادر وتريس جي وعندنا 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 ناس كتيرة جدا يعني